استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب في العراق جعل المجرمين من القوات الأمنية والميليشيات وغيرهم في مأمن من المحاسبة حتى أصبحت الانتهاكات التي ترتكب ويكون ثمنها أروح ودماء الأبرياء شبه يومية لتشكل بعدها اللجان التحقيقية التي تقيد القضية غالباً ضد مجهول صحيفة ديرش بيغل الألمانية وصفت فرقة الرد السريع في العراق بأنه محوش وليس أبطالاً لسجلها الأسود والملئ بالجرائم الفضيعة في الموصل المقدم عمر نزار واحد من مجرمي القوات الأمنية فمنذ أن كان نقيباً نفذ العديد من الإعدامات الميدانية وجرائم انتهاك الأعراض وابتزاز لزوجات المعتقلين ثم ارتكب مجزرة جسر الزيتون في الناصرية عندما أعطى أمراً بإطلاق الرصاص على المتظاهرين بتوصية من الفريق جميل الشمري المسؤول عن المجزرة وكلما كانت الجريمة أكبر والدماء أكثر كانت الترقية لعمى النزار أكبر هي الأخرى حكومة الكاظمي خضعت لضغوط الشعبية بشأن وجوب إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب حيث وجهت وزارة الداخلية بتشكيل مجلس تحقيقي مع المقدم عمر نزار بينما تداولت وسائل إعلام وثيقة تكشف إغلاق وزير الداخلية الحالي عثمان الغانم التحقيق مع عمر الأمر الذي عده مراقبون بأنه أحد إجراءات التخادم بين الأحزاب ويشير إلى عدم الجدية في محاسبة المجرمين لسيما أنهم شركاء في تلك الجرائم منظمات حقوقية وناشطون عراقيون قدموا وثائق مصورة ومكتوبة عن جرائم عمر نزار حيث عرضت منظمة إنهاء الإفلات من العقاب شهادات وأدلة عن الجرائم التي ارتكبها وبدل أن يعتقل ويحاسب على جرائمه ظهر بمقطع مصور برتبته العسكرية حرا طليقا من ذاك الزمن اللي اتهموني بيه بال2016 الحد الآن أنا أخذت براءات من المحاكم العسكرية ومن المحاكم المدنية ونفس الحال اللي اتهمت بي قمع المتظاهرين أخذت براءات من المحاكم العسكرية ومن المجالس ومن المحكم المدنية في مشهد يؤكد فساد المنظومة السياسية والعسكرية والقضائية ويؤسس لنظام الميليشيات والقامع والإفلات من العقاب